اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وثيقة على الأصعيدة المختلفة واهتمامهم المشترك نحو تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في مواصلة فتح أفاق جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظ الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نايب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وفدا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة برئاسة السيد رودي جولياني عمدة نيويورك السابق حيث رحب سموه بالوفد الذي يزور المملكة مؤكدا سموه على أهمية مثل هذه الزيارات وتبادلها لما لها من دور في تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة مشيرا إلى ما تشهده علاقات البلدين من تطور متواصل في مختلف المجالات وخلال اللقاء الذي حضره أيضا معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني تم استعراض أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر